ايه خلص خيط خلص متل ما بدك بصير تكرامي تكرامي ليش كان فخرية عندي انا ان شاء الله ان شاء الله بيوصل الله معك الله معك تسلم عليك فخرية خير يا ابو خير ان شاء الله اشي متل ما بدك بصير لا يا سيدي ما رح يزنير متل ما بدك لفخرية خانم طيب و بدك تفهمي القصة بالاول ما بدك افهم شي لو بدك يصير متل ما بدك اختك كنت من زمان رجعت لبيت اهلي ادي صلي عن نبيو حاش تتبلي على المخلوقة يا ما يبليني بكسر شاشة موبايلي زعبة تبلي عليك يا فخرية لك انتي مرح تلتعي بابريك لك يا ابو تاريخ النضالي بيشهد على تفضيع معي على قولت المثل مي خرب بيتك ورماكي غير فعير من تحماكي منين جبتي لي هالمثل؟ ما بعري هلا قلفته لحاشت الفيقصص وحكاية همي ايش بدك؟ بعدين نكوش بتاريخ النضالي ناني ايش بدك تفضل فهمني يا ستة عب بحكي للا اختي شنور اجعلك واجع الضار وعب تنمل ايديكي وانو ايكلي هم جاية باللاد اللي عنا بيوم عيد لهم اه مدقت على صدره وقاتلي بتعمل حفلة عنده وبنناقص وراش عنا بالبيت يبقى يجي مين ما بالضمن الولاد اهلا وسهلا ها؟ من اللي هالشهامي؟ طول عمره هيك بس انتي ما بتعطيه وجه لا بعطيه اذا عملت هيك مبادرات كويسة تاخد وجه لا تشبع ايه فضلت عليها المهمة تروح لعنده لحالك وتنفرد فيك هيكيم ترحلي كسم ترجعلي كسم لاخري باك يا ام عبدو المخلوقة بعد موتت جوزة وسفر ولادة صفيت برقبتي ما بغضر اقطع عنا ما بيجي مني اقصر معه ما حكينا شي هي صارت مقام امي ومسؤولة مني ما حكينا شي طلع عليها ما عم بقلك لا بس لا تخليها تقرب صوبي لا تخليها تقرب صوبي طاول طاول بس اقطلك مرتك ومع مرتك بجابة تزيرتي سكتها يعني كان لازم هي عبت عزمنا من شوية تقولي بدنا نحتفال بمرتك اسكتها لا اذا الشغلة كويسة ولا تكرمي والله اختي دايما كويسة وكو هاي عرفتك متواجعة ومالك قدرة تعمل شي قالت بتعمل الجماعة عنده بس ولادك الله يسلمهم بيعرفوك يا مرضانة ما في حدا قل لك يا امي تعي لأحتفلك عندي بالبيت كلهم بدان يجي يغشو يطوشو يقلبو لك البيت وبيوتان ضل مركنة ينعن ابو واحد واحد يعني الحالي ما اسمعت المسبة زيتا طلعت عمتهم فخرية افهم منهم كلياتهم منيح عرفتي والله يا ابو عبدو حرام في الى ملايكة على كتافي فخرية لشغلات كويسة كتير كتير ما بغضل انكرة ايه الحمد لله صحي الضمير كل ولاداتي وفترة انفاسي كانت تاخد الولاد لعندات تدللهم طل عليهم ترجالي ايهم منظفين مركنين شيف شه هو والله منيح تذكرتي ايه ليش ايام الموني اختي عزيزة ما بتعرف شلون كانت تنهزم مني والله واختك تشلف حالة شلف عالشغل شلون تنشال الموني شلون تتركن لب 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 ما بعرف بعرفة صاحبتنا اخوة ايه اش بنساوت اكلات طيبة بتشتينا بتسكبلنا بسخة ايه كتير كريمة وجمرتية ايه والله ايه والله تذكر ايه من ازمة لما كانت تخلص المي عناه تبقى تعجز فينا نروح نزور عندي عمالي عنده تجيب بس ما حدا من اخوتي يتشتيش كمان اللي خار عنده نجيب طلعت معه يقولي تاعي يا معبدو تخصلي عندي يا اختي شفتي انتي حطي ملايحة قبايحة بالميزين بتلاقي كفة ملايحة تجي اكتر بكتير كانو هيك والله ايه والحسناتو زي بالسيئات ايو خلاص خلاص مرروا منحتفل عنده ومنتدلل لكنها اكلة طيبة مدياتة لكن من بعدها لا حدا يعملوا نفنة في الكبه يا امو ان شاء الله بيخطرنا كمان تساوينا طنجرة قبيباتك مع الكبه فارت قلبي عليها هاي ازا ما لفت طنجرة يا برأ كمان تير فخري يا واجبة حاضر يا ستي ما في كلها الحكي اللي عب تحكي عنه شلون يعني بقى يعني هلا ما وقت نكلف اختي تمبحتها البختي قلتله كل واحد بده يجي يبقى يجيب صنف معه انتي لا تعمل شي غير كاسة جاي بعد الأكل يييش يا يحد يجيب صنف معه واشع العظيم الشرشوحة يشع اللي قلت ايمه ليش شرشوحة خيتيه انتي مو بتقليلي عاملة انتي وعزوتك صحنية كل واحدة بتجيب طبقة معا بتعملوا ولا ما بتعملوا نعم لا بس بالات بس بسيو تخليني أطلع عن طوري بس الشغلة تصال لأختي صير شرشحة وقلت ايمه لك والله بعرف انا فخرية والله اش بتعرفي فيه بتخطي تعطيل بتجيب الخالق لعندي محملين زمالين فالأكلات الطيبة وويلة بالجاتة بيأكلوا اللي بيأكلوا بيشربوا اللي بيشربوه وبعدهم داشترول الباقي بضل تاكل فيه وشهر هادا معادة اللي تكون خمسارته قبل ما يتحبط الأكل بالفريزة بسه تسخوا هنا على قلبها كفي بدا تفتح بيتها وتستقبل كلها اللي هو بيعندي ذاتها بدا قلنوا لأولادك تجيبوه لها هدايا كمان إلا تعب عليهم وانتي قلت قبل شويها الحكي ايه ايش علي عمتون لازم يتوجبوا معا يعني اثبت مع الولاد تكشبك سكدت عيونك صارت شيش باش خيو عزيمة اختك على عيني وراسي ولقيتها منها قد الدنيا اوه الحمد لله بس يا ابو عبدو يا حجي نعم انت شايف الدنيا الصاير فاسطة مشان هاد مرض الكورونا وعلى خففوا الجماعات خففوا طلعات ونحجروا ببيوتكن يبقى فينا يعني خوف علينا نحن الكبارية خوف على الولاد اذا صارت هيك جمعة ببيت اختي يعني ايش بديك نلغي الجمعة ببيت اختي ايه على اول نلغيها احسن معنا هون عنا بالبيت كمان ما في جمعات لا عنا بقال لن يجو طفي يروحوا طفي ما بسي الجمعة كبيرة عندي طالعيا معبدو حركاتك الدول بعرفون وحفظانون بدك نحتفر بعيد الام الجمعة بتصير عند اختي والبدو يحضر من ولادك يجيب اكلته معو غير هيك كل واحدين قرد في بيته يبقى يبعطولك مصرات بدال الهدايا وفضة تسيري ايش قلتي؟ لخيارين احلاهوا نمر يعني ايه الزبط معاك؟ يلا بعطوا تسات للولاد والاختك فخرو انه تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية تطبيقا لقرارهم تصفيقا حرم من ابو عبدو على هذا القرار وبموافقة معبدو على مضاد تؤجل كل الاحتفالات والجماعات والهدايا بمناسبة تعيد الام حتى اشعارين اخر وبتعطلهم باخر رسالة كموت من هدول الصفر اللي عم ببكوا بجعروا وبتبعتو يلا عوضك على الله يلا وهي منطرفي بوسي من راسك اوه جتني ريحت ضريرة كل عام وانتي ان شاء الله وكل الامهات وغير الامهات يا رب بألف ألف خير وصحة وعافية الله يديمكم في قلوبنا وفوق راسنا الله إله يزيل عنا وعنكم الهم والغم والمرض والعلل والفروسات ولبسكم توب الصحة والعافية ولا يمردكم وكل عام اخواتي بألف خير اشتركوا في القناة